نحن لدينا تصور عن الحالة السياسية التي يمر بها البلد وتختلف نوعاً ما عما يصفه الآخرون ولكن أقول كل حزب بما لديهم فرحون هذه النقطة دعنا لا نغيبها عن واقع المخاض السياسي الذي يعيشه الجو السياسي والمنظومة السياسية العراقية نعم هناك تدخلات وهذه تدخلات ربما هي من أضعفت القرار السياسي العراقي وبحترت خياراته ولربما أيضاً غيرت بوصلة القرار بالتالي هذا الأمر لا بد من الوقوف عنده لا بد من أن تكون هناك مراجعة للأداء السياسي لقضية ما هي المصطحة؟ أين تكمن المصطحة؟ في ماذا تكمن المصطحة؟ كل هذه يجب أن تكون أدوات الفاعل السياسي العراقي لأنه أمام جمهور عراقي هذا الجمهور العراقي يترقب ويراقب ويتأمل في الخطاب ويتأمل في الأفعال السياسية بالتالي كل ما يجري هو في عين المراقب وفي عين المواطن المواطن ماذا يريد؟ يريد حكومة يريد الحكومة أن تقوم بأسرع وقت وأن تكون حكومة خدمية تكون قادرة على أن تحافظ على هيبة وسيادة هذا البلد أن تكون قادرة على أن تنهض بالمهام والمسؤولية بشكل واضح وصريح لا كما في السنوات السابقة هو الفساد والفساد وكذلك المعاناة التي عاناها المواطن وتستمر المعاناة إلى يوم يبعثون ما لم تكن هناك مخرجات جديدة للفوائل السياسيين في الساحة السياسية ترجمة نانسي قنقر